السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا صغاري كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا دوماً بأفضل حال أنا المعلمة رناد عبد الرحمن الطايمي وزميلتي يسرى سننطلق سوياً في رحلة ممتعة لنبحر في مادة لغتي ونتعلم القراءة بشكل صحيح أيضاً الكتابة بخط جميل أيضاً التحدث بطلاقة والاستماع والإنصات هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثالث المادة لغتي موضوع الدرس التراكيب اللغوية أستخدم وأحول دائماً وأبداً يا صغاري خير بداية نبدأها في أي عمل نقوم به هي اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هنا يا صغاري غلاف المادة هي ترى غلاف مادة ماذا؟ أحسنتم غلاف مادة لغتي للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثالث وهنا يا صغاري غلاف الوحدة يا ترى ما لون وحدتنا؟ أحسنتم يا رائعين لونها أخضر كلون عالم المملكة العربية السعودية ورقمها؟ رقمها ستة إذن الوحدة السادسة وعنوان الوحدة؟ أحب العمل أحسنتم يا رائعين ومجالها؟ مجالها مهني لأنها تتحدث عن أصحاب المهن إذن لونها أخضر رقمها الوحدة السادسة وعنوان الوحدة أحب العمل ومجالها مهني في غاري الرائعين والمبدعين تعرفنا في درسنا السابق على مكون أكتب حسب المطلوب قمنا بكتابة إملاء منسوخ أيضا إملاء منظور وأيضا إملاء اختباري قمنا بقراءة الإملاء المنسوخ ثم بعد ذلك قمنا بكتابة الجمل مضبوطة بالشكل مع مراعاة أن يوجد حروف كتبة على السطر وحروف ينزل منها جزء أسفل السطر أيضا قمنا بوضع علامات الترقيم في مكانها المناسب ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الإملاء المنظور قمنا بقراءة الجمل ثم بعد ذلك قمنا بإملاءها في دفتر الإملاء اليوم صغاري الرائعين والمبدعين بإذن الله سنتعلم استخدام الشرط بإن ومن ثانيا أحول الأفعال ماذا سنفعل يا معلمتي أولا صغاري الرائعين والمبدعين أريد منكم جلسة صحيحة هيا بنا أحذر كتابي وقلمي أستمع إلى معلمتي بعد ذلك أستخدم أسلوب الشرط ثانيا أحول اسم الآلة على وزن مفعال صغاري الرائعين والمبدعين هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق صغاري الرائعين والمبدعين أسلوب الشرط هو تركيب يتكون من ثلاثة أركان إذن أسلوب الشرط هو تركيب يتكون من ثلاثة أركان ما هي الثلاثة أركان؟ أولا آدات الشرط ثانيا فعل الشرط ثالثا جواب الشرط إذن أسلوب الشرط يتكون من ثلاثة أركان أولا آدات الشرط ثانيا فعل الشرط وثالثا جواب الشرط نأخذ بعضا من الأمثلة هنا من يرحم يرحم من يرحم يرحم أين أداة الشرط هنا؟ أحسنتم يا رائعين من؟ إذن أداة الشرط هي من؟ وفعل الشرط يرحم أحسنتم يا رائعين وجوابه يرحم يرحم أحسنتم إذن أداة الشرط هي من؟ أحسنتم يا رائعين ننتقل إلى مثال رقم اثنان من يعمل يكسب من يعمل يكسب أين أداة الشرط هنا؟ أحسنتم أداة الشرط هي من؟ إذن أداة الشرط من؟ فعل الشرط أحسنتم يعمل أحسنتم يا رائعين وجواب الشرط يكسب أحسنتم أحسنتم إذن صغاري في مثال رقم واحد واثنان أين أداة الشرط؟ أحسنتم أداة الشرط هي من؟ من يرحم يرحم من يعمل يكسب الآن ننتقل إلى مثال رقم ثلاثة إن تعمل تكسب إن تعمل تكسب أين أداة الشرط هنا؟ أحسنتم إن أحسنتم يا رائعين هو فعل الشرط؟ تعمل أحسنتم وجوابه؟ تكسب أحسنتم يا مبدعين إذن إن تعمل تكسب نكمل مثال رقم أربعة إن تبتسم تسعد إن تبتسم تسعد أين أداة الشرط هنا؟ إن أحسنتم يا رائعين وفعل الشرط؟ تبتسم وجوابه تسعد أحسنتم أحسنتم إذن من خلال الأمثلة التي أمامكم يا صغاري ما هي أدوات الشرط هنا؟ أحسنتم من ومن وإن أحسنتم يا رائعين أحسنتم الآن رابعا أستخدم رقم واحد أحاكي المثال الأول في استخدام أداة الشرط من؟ في استخدام أداة الشرط من؟ إذن يريد مني ماذا؟ أن أستخدم أداة الشرط من؟ نقرأ المثال من جد وجد ومن زرع حصد؟ من جد وجد ومن زرع حصد؟ أين أداة الشرط هنا؟ أحسنتم من؟ أحسنتم يا رائعين إذن المطلوب مني في السؤال أن ماذا؟ أستخدم أداة الشرط أضعها في جملة الآن صغاري الرائعين والمبدعين أريد منكم التفكير في جمل باستخدام أداة الشرط من؟ سأترك لكم دقيقة واحدة للتفكير يبدأ الوقت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اذا من اداة الشرط وجواب الشرط نجح فعل الشرط احسنتم احسنتم يا مبدعين من ذاكر نجح من ذاكر نجح مثال رقم اثنان من احسنتم يا رائعين احسنتم من اجتهد تفوق من اجتهد تفوق اذا من ذاكر نجح اذا من هي اداة الشرط ذاكر فعل الشرط ونجح جواب الشرط احسنتم الآن رقم اثنان من اجتهد تفوق من هي اداة الشرط اجتهد فعل الشرط وتفوق جواب الشرط الآن اريد مثال رقم ثلاثة هيا بنا من احسنتم يا رائعين احسنتم من تعلم افلح من تعلم افلح ادات الشرط من احسنتم وفعل الشرط تعلم احسنتم وجوابه افلح احسنتم احسنتم يا مبدعين مثال الاخير رقم اربعة من احسنتم يا مبدعين احسنتم من تصدق فاز من تصدق فاز اذا اين ادات الشرط هنا من احسنتم يا رائعين فعل الشرط تصدق احسنتم وجوابه فاز احسنتم اذا من ذاكر نجح من اجتهد تفوق من تعلم افلح من تصدق فاز الآن صغر الرائعين والمبدعين ننتقل الى الكتاب المدرسي نكتب الاجابة في مكانها المناسب مضبوطة بالشكل دقيقة يبدأ الوقت اشتركوا في القناة اذا صغار الرائعين والمبدعين انتهى الوقت نكمل الآن صغار الرائعين والمبدعين رقم اثنان السؤال يقول احاكي المثال الاول في استخدام عدات الشرط ان استخدام عدات الشرط ان اذا الآن يريد مني ان استخدم عدات الشرط ان نقرأ المثال ان تقدر الناس يقدرك ان تقدر الناس يقدرك اذا هنا قام باستخدام عدات الشرط وهي ان هنا ايضا صغاري يوجد لدينا بعض من الكلمات بامكاننا الاستعانة بها لوضعها في جملة باستخدام عدات الشرط ان تذاكر تحمل تذهب تحقق هنا في جملة رقم واحد ان فراغ دروسك تنجح ان فراغ دروسك تنجح ماذا نضع في الفراغ هل تذاكر تحمل تذهب تحقق ماذا نضع احسنتم يا مبدعين احسنتم ان تذاكر دروسك تنجح ان تذاكر دروسك تنجح احسنتم يا مبدعين رقم اثنان اذا انتهينا هنا من رقم واحد رقم اثنان ان تجتهد فراغ احلامك ان تجتهد فراغ احلامك ماذا نضع في الفراغ تحمل تذهب تحقق إنت اجتهد ماذا أحسنتم أحسنتم يا مبدعين تحقق أحلامك إذن إن تذاكر دروسك تنجح إنت اجتهد تحقق أحلامك الآن صغاري الرائعين والمبدعين سأترك لكم دقيقة للتفكير في جمل أخرى بالاستعانة من الكلمات الموجودة لدينا اتفقنا إذن دقيقة واحدة للتفكير يبدأ الوقت اشتركوا في القناة نصغاري الرائعين والمبدعين انتهى الوقت الآن وجد جبلة رقم ثلاثة ماذا نقول؟ أحسنتم أحسنتم يا مبدعين إن تهمل دروسك ترسب إن تهمل دروسك ترسب أحسنتم يا رائعين جبلة رقم أربعة ماذا نقول؟ هيا يا مبدعين أحسنتم أحسنتم يا رائعين إن تذهب معي تفوز بهدية إن تذهب معي تفوز بهدية أحسنتم يا رائعين إذن كان مطلوب مني في السؤال أحاكي المثال الأول في استخدام آدات الشرط المثال إن تقدر الناس يقدرك جملة رقم واحد إن تذاكر دروسك تنجح رقم اثنان إن تجتهد تحقق أحلامك رقم ثلاثة إن تهمل دروسك ترسب رقم أربعة إن تذهب معي تفوز بهدية الآن صغاري الرائعين والمبدعين أريد منكم الانتقال إلى الكتاب المدرسي نمسك الأقلام بطريقة صحيحة نكتب الإجابة في مكانها المناسب مضبوطة بالشكل دقيقة واحدة يبدأ الوقت ترجمة نانسي قنقر شكرا إذا صغاري الرائعين والمبدعين انتهى الوقت نكمل الآن صغاري الرائعين خامساً أحولوا رقم واحد أحولوا الأفعال الآتية إلى أسماء آلة على وزن مفعال بمحاكاة المثال الأول إذن المطلوب مني أن أقوم بتحويل أسماء الآلة على وزن مفعال على وزن مفعال إذن يوجد لدينا هنا الفعل هنا اسم الآلة على وزن مفعال ثم بعد ذلك نضعها في جملة إذن نقرأ الفعل حرثة حرثة عندما قمنا بتحويله إلى اسم آلة على وزن مفعال أصبحت محراث مفعال محراث ثم بعد ذلك وضعناها في جملة فقلنا يحرث الفلاح بمحراثه يحرث الفلاح بمحراثه إذن المطلوب مني أن أحول الفعل إلى اسم آلة على وزن مفعال ثم بعد ذلك أضعها في جملة ننتقل الآن إلى الفعل نشرة نشرة أريد تحويل الفعل إلى اسم آلة على وزن مفعال تكون نفس الوزن فتصبح ماذا؟ نشرة بحوله على وزن مفعال تصبح أحسنتم أحسنتم يا مبدعين منشار إذن نشرة منشار الآن أريد أن أضعها في جملة أريد أن أضعها في جملة ماذا أقول؟ هيا نفكر يا صغاري أحسنتم أحسنتم المنشار قديم المنشار قديم إذن الفعل نشرة أصبحت منشار على وزن مفعال ثم وضعناها في جملة المنشار قديم ننتقل إلى الفعل رقم اثنان عذرا رقم ثلاثة هنا واحد هنا اثنان هنا رقم ثلاثة فتح الفعل فتح حوله إلى اسم آلة على وزن مفعال فتصبح ماذا؟ نفس الوزن أحسنتم مفتاح فتح مفتاح ثم أضعها في جملة فنقول أحسنتم أحسنتم يا مبدعين المفتاح ضائع المفتاح ضائع أحسنتم يا رائعين ننتقل إلى رقم أربعة الفعل رسامة رسامة حولها إلى اسم آلة على وزن مفعال فتصبح نفس الوزن أحسنتم أحسنتم مرسام مرسام أحسنتم ثم أضعها في جملة أحسنتم يا مبدعين أحسنتم يرسم الفنان بمرسامه يرسم الفنان بمرسامه إذن حرث محراث يحرث الفلاح بمحراثه الفعل نشر اسم الآلة منها على وزن مفعال منشار المنشار قديم فتح مفتاح المفتاح ضائع رسم مرسام يرسم الفنان بمرسامه أحسنتم يا رائعين إذن قمنا بتحويل الفعل على اسم الآلة على وزن مفعال ثم وضعناها في جملة الآن هيا بنا ننتقل إلى الكتاب المدرسي نكتب الإجابة في مكانها المناسب مضبوطة بالشكل دقيقة يا صغاري يبدأ الوقت ترجمة نانسي قنقر مفتاح ننتقل إلى المفتاح الآن صغاري الرائعين والمبدعين انتهى الوقت إذن قمنا بتحويل الفعل فتح على وزن مفعال فأصبحت مفتاح ثم وضعناها في جملة المفتاح ضائع نكمل الآن الآن صغاري الرائعين ننتقل إلى رقم اثنان أحاكي المثال الأول وأكتب اسم الآلة المقصود باسم الآلة أي اسم يدل على الآدات التي يقع بها الفعل التي يقع بها الفعل نلاحظ هنا في صورة رقم واحد هنا صورة رقم واحد هنا رقم اثنان هنا رقم ثلاثة هنا رقم أربعة هنا رقم خمسة وهنا رقم ستة في صورة رقم واحد ماذا نشاهد؟ ماذا نشاهد؟ أحسنتم سيارة سيارة إذن هنا المثال الأول يقول سيارة إذن اسم الآلة سيارة صورة رقم اثنان هنا ماذا نشاهد؟ هيا صغاري نتأمل الصورة ماذا نشاهد؟ الآن ننتقل إلى صورة رقم ثلاثة هيا نتأمل الصورة هيا يا مبدعين ماذا نشاهد في صورة رقم ثلاثة؟ هيا يا مبدعين اسم الآلة هنا؟ أحسنتم أحسنتم ثلاجة ثلاجة أحسنتم يا رائعين أحسنتم الآن نكمل صورة رقم أربعة هنا ماذا نشاهد؟ هيا صغاري أحسنتم أحسنتم يا رائعين دراجة 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 أحسنتم أحسنتم نكمل صورة رقم خمسة ماذا نشاهد؟ اسم الآلة هنا؟ مفتاح أحسنتم يا رائعين أحسنتم مفتاح أحسنتم تبقى لدينا الصورة الأخيرة هنا ماذا نشاهد؟ أحسنتم أحسنتم يا مبدعين منشار منشار إذن أحاكي المثال الأول وأكتب اسم الآلة المثال الأول صورة رقم واحد سيارة ثلاجة رقم أربعة دراجة خمسة مفتاح وأخيرا رقم ستة منشار أحسنتم يا مبدعين الآن صغاري رائعين والمبدعين هيبنا ننتقل إلى الكتاب المدرسي رقم الصفحة يوجد أمامكم أكتب اسم الآلة في مكانه المناسب مضبوطا بالشكل دقيقة هيبدأ الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن صغاري الرائعين والمبدعين انتهى الوقت صغاري الرائعين والمبدعين وصلنا إلى نهاية رحلتنا الممتعة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه وكل شوق بإذن الله لألقاكم في حصص قادمة معلمتكم رناد عبد الرحمن الطايمي ترجمة نانسي قنقر